موسيقى في المقابلة المغاستاني ضرنا رجاء البيضاوي في ملعب محمد خامس يوم الأربعاء للأسف تعرضنا للظلم التحكيمي لأثر على نتيجة المباراة اللي بالمناسبة كانوا اللاعبين تقني الأداء اللي قدموا في هذه المقابلة رغم هذا الظلم اللي تعرضنا له اللي أصابنا بالإحباط صراحة وحسينا بالاحتقار من هذا الحاكم اللي دائما في أي مقابلة يكون فيها طرف الموارب التطواني إلا وهو كيف سدك المقابلة واش أخطاء متعمدة أولا غير متعمدة كيبقى هاتشي دياله ولكن احنا بسبلنا أي مقابلة كيكون فيها عادي الزراق النتيجة كتكون حتمية ديال أخطاء كارتية اسميها أخطاء الآن كما قلت متعمدة ولا غير متعمدة كيبقى الأمر كيرجعل له وإنما عادي الزراق زاد فيه كتر بالقياس دياله دريجة هكذا زاد فيه كتر من القياس هذا شيء ممكنش كقدر نتحمله هذا وجهنا رسالة احتجاج والسينكار رئيس الجامعة الملكية المغربية الكورد القادم ومدرية ديالتحكيم ورئيس ديالعصبة الاحترافية للنظرة فهذا الموضوع وفتح التحقيق فهذا الموضوع لأن هذا الحاكم لا يمكنش نزيد اللعبه معه كتر أي مقابلة يمكن جيناس مستقبلا فهو غد يكون نحن عارفينها من الأول بأنها غد تكون كاريتية لهذا هذا الحاكم لا حوله ولا قوة إلا بالله تعدى على فريق الموارب تتواني بمعنى الكلمة واحدة نقطة أخرى مهمة التي تريد أن نشارها لها هي بالنسبة للعمل اللي فات كنا نعيش في واحد المشاكل من كانت تغيير ديال المدربين في التفاوض ديالنا مع أحد المدربين اللي كي مرسوا في البطولة الوطنية كي أكد لك بأن لا أنا ما أخدم معك تتضمن لي بأن الحكام يضلمون شيء بأن الحميني من الحكام يضلمون شيء وهذا ما كي يتير لشميئزاز بأننا نحن يرجعنا من هذه التصرفات في حالة الحكام في حالة الحكام ديال ساعد الزرق اللي متعارضين للظلم ديالهم في أي وقت وفي هذا شيء ممكن نشي مشو بالكورة الوطنية بعيد الكورة المغربية اللي مشات أشوط بعيدة واللي اللي يومها مفخرة للمغربة كاملين العمل اللي تتعمل على مستوى الجامعة الملكية المغربية للكورة القدم عمل كبير جدا ما خسناش يجي واحد الحكام في حال هذا وينسفنا العمل كامل ولا نسبة للجامعة ولا نسبة للأندية ونحن كرؤساء كرئيس للنادي المغرب تيتوانيا أو كأحد الرؤساء ديال الأندي المغرب تيتوانيا ديال المغرب نحن مش دائما كنلبسوا الكسكيطة ديال النادي نحن بالعكس اليوم نلبسوا الكسكيطة ديال البلاد كندفعو لها البلادنا هذه بلادنا ونحن ندفعو عليها ما نردى وشي يكون عندنا شي شي إليمون عنصر اللي يفسدنا العمل ديالنا وينسفنا العمل ديالنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة